للمرة الرابعة في تاريخه النادي الأهلي بيحصل بنظرية كاس العالم للأندية ده بعد ما قدر يحقق الفوز مبارح على فريق أبواء الياباني بنتيجة 4-2 يعني النادي الأهلي لعبته شرفونا مباراة قوية جدا قدموها قدام الفريق الياباني كل المصريين على المقاهي شفناهم كانوا بيشجعوا تفاصيل أكتر خلينا نقرب لها عن المباراة وعن كوالسها وعن ماذا حدث في دكة اللاعبين وما بعد المباراة منور النهاردة في السوديو صباح الخير يا مصر ضيفنا ناقد رياضي لأستاذ محمد القاضي أهلا بك أستاذ محمد صباح الخير أهلا بك حضرت أهلا بك بعد التحية أقول لنا شفت إزاي المتش شفت إزاي النتيجة إيه ردود الأفعال أو أهمها إيه اللي صدرت بعد هذه المباراة طيب خلينا نبارك للنادي الأهلي الفوز بالبرونزيلا المرة الرابعة بتاريخه من مشاركاته في كاس العالم للأندية طبعا إنجاز كبير ما حققوش حد في كارة أفريقيا حتى أندية كتير شاركة في كاس العالم للأندية ما قدرش يتحقق المركز التالت لأربع مرات إحنا شفنا أندية كتير شاركة سواء الوداد المغربي شفنا الترجي التونسي شفنا سانداونز جنوب أفريقي شاركوا محدش فيهم قدر يوصل للمكانة اللي وصلها للنادي الأهلي وده رقم قياسي جديد يحسب للنادي الأهلي محطم الأرقام القياسية النادي الأهلي شرف مصر وشرف الكرة المصرية رغم أنه حقق البرونزية وده طبعا ما كانش طموح لجماهير النادي الأهلي جماهير النادي الأهلي كان لها طموح أعلى من كده حتى إدارة النادي الأهلي كان نفسها النادي الأهلي يوصل للمباراة النهائية مش شرط أنه يكسب منشستر سيتي حتى لحقق الميدالة الفضية فده إنجاز جديد له إنما البرونزية نفسها هو رقم قياسي للنادي الأهلي بس مش هو الإنجاز الكبير اللي كان طموح لجماهير النادي الأهلي ودارة النادي الأهلي نادي الأهلي يعني إحنا ما فيش نادي في العالم قدر أنه يحقق برونزية كاس العالم الأندية أربع مرات رغم أن البطولة هنقول بس إن هي مش متصنفة على المستوى الدولي وإن هي بطولة رسمية بطولة ودلية طبع الفيفا بس في الأول وآخر بتبقى محسوبة في سجلات التاريخ إن النادي الأهلي يحقق البطولة وعلى فرق كتير النادي الأهلي البطولة دي تتسب اتحاد جد السعودي المدجج بالنجوم اللي هو بمليارات الدولارات قدر أنه يعمل مباراة عالية جدا تكتكية من ناحية الفنية المارس الكولر قدر أنه حتى الماتش اللي خسره في الرومينزي دوت خسره بسبب سوء الحظ وبسبب رعومة اللعبين كان سهل جدا النادي الأهلي يوصل للمباراة النهائية وبمجود أقل من كده طب ما إنك ذكرت بقى فلمنانزي البرازيلي يعني كان من ضمن بعض الأراء إنه كان كولر كان عنده الناس كانت شايفة إنه لو كان عمل تغييرات بدري شوية كان ممكن الوضع يفرق أنت شايف إنه مباراة لو كلمنا على التاكتكس المباراة شايف إنه كولر تخطى أخطاءه في مباراة فلمنانزي أو أمام فريق فلمنانزي برازيلي ولا شايف إيه بقى كولر إزاي إدارته مباراة له هذه المباراة طب خلاني نتفق في البداية إنه كولر مدرب وواقعي في الكرة مدارس كتير في التدريب كولر من مدرسة اللي هي الواقعية في الكرة أنا بلعب على المتاح قدامي وبلعب على الخصم مش بيلعب على لعبه هو بمعنى هو دايما بيقرأ الخصم ويلعب على لعب الخصم خلينا نتفي بس النادي الأهلي نادي كبير النادي كبير على مستوى قارة أفريقيا على مستوى الوطن العربي هو أكبر نادي على مستوى الشرق الأوسط هو أكبر نادي فالمفروض أي فرقة بتلعب النادي الأهلي تلعب على لعب الأهلي يبقى الأهلي صاحب المبادرة من كلر في ميزة جدا أنه هو المدرب وقعي بيقدر أنه هو يلعب على لعب الخصوم بدليل أنه هو مثلا مبارح في ماتش قروة لعب عارف أن المدرب بيلعب بيبني بلد أب من تحت بيبتدي الكرة من عند حرس المرمى وما بيلعبوش كورة عالية لا ده بيلعب وبيسلمه من رجل للرجل فهو عمل ضغط عالي من أول الماتش يقدر أنه يقطع كرة ويجيب اللجوان إجوان النادي الأهلي من ناحية التاكتس نفسها إجوان كلها يعني على أخطاء الخصوم مش هنقول أنه هو أنه كولر لعب بخطة معينة لا ده هو لعب على أخطاء الخصوم وكده عشان كده هو مدرب وقعي يعني مدرب ما عندهش كرياتف أنه هو يقدر أنه لأ أنه هلعب المدرب اللي قدامي على لعبي وأقدر أكبره أنه هو يقفل المفاتيح لا ده هو من الأول خالص ملعبش على مفاتيحهم ده هو لعب على أخطائهم فدي ميزة مهمة في كولر بالنسبة اللي في التغييرات هو كولر دائما تغييراته متأخرة يعني دائما التغييرات عنده متأخرة حتى لما الناس بتتكلم في التغييرات يعني ناشاك أكتير Associations عيب في كولر أنا شايفها ميزة شايف تغييرات المتأخرة ميزة؟ أنا شايفها يعني فيه ناس كتير بينهم يقولون أنه عيب في كولر نفسه أنا شايفها ميزة لإيه أنا سأقول الحضرها الحاجة في قبل نهاية بطولة أوروبا اللي السيتي قدر يأخذها ويلعب في كاسا العامل الأندية كان بيلعب معنات ريال مدريد. جورديولا لعبة التسعين ديها من غير ما يغير لعب واحد. لعبة التسعين ديها بالحداشر لعب ما عملش ولا تغيير. هو مشارط التغيير بس هو يعني حسب قراءة المباراة. يعني حسب وضع المباراة نفسه زي ما أنت كنت تكلم دلوقتي فكرة أنه كولر بيقرأ الوضع اللي قدام وبيقرأ الفريق اللي قدام. ما أنا بقول لحضرتك جورديولا لعب ماتش ريال مدريد برتم عالي جدا جدا. فلما سألوا وقالوا ليه ما عملتش تغييرات رغم المجهود البدني العالي اللي لعبه ومانشستر سيتي قصاد ريال مدريد. قال لهم لا أنا لو نزلت واحد هيبقى النصك بتاعه أعلى من الرتم اللي موجود في اللعبة. فأنا هبوز التكتك بتاع المباراة. فأنا هكمل بالحداشر لعب للآخر وقدر أنه يصعد للمباراة النهائية. ولعب إنتر ميلا في المباراة النهائية. علشان كده أنا شايف أن الكولر بيلعب منه مدرب واقعي فهو بيلعب باللعابة المتاحة قدامه. فهو مش هيعمل تغيير لما يكون هو مقتنع أن التغيير ده يقدر ينزل لغير ناتيكة المباراة. فيه كتير جدا كولر رضخ ودي مرات نادرة أن أنا شوف مدرب في النادي الأهلي يرضخ لمطالب الجماهير. أنه غير في الديئة 65 وغير في الديئة 60 في المباراة قبل كده. ورغم كده اللعبة دي ما كانش بتقدم المردود المهم لجمهير النادي الأهلي. بدليل أنه مثلا ما كان بينزل طهر محمد طهر في أوقات كتيرة ما كانش بيقدر مطلوب منه. لما كان الناس بالطالب أن مودست المهاجم الأجنبي اللي هو موجود في هجوم النادي الأهلي. كنا بنشوف أن مودست ما بيقدمش المردود رغم لجمهير الأهلي بتقولك لازم يخد وقت أطول. ما أنت مش هتطلب من مودست أنه يجيب الجوان غير لميلعب دقائق أعلى ودقائق أكتر. برضو ما بيقدمش المردود الهجومي. بنشوف في نص الملعب أن اللعبة كتيرة ما بتلعبش رغم أنها كانت أساسية في يوم الأيام. برضو وجد نظر كولر أنه ما يغيرش في مودشاط قبل كده كولر كان بيغير في الدقيقة 80. ورغم كده اللعبة ما بتجارش في رتم المباراة سريع. فهو ده برضو عيب وميزة. بس أنا شايف أن المثل اللي تكسب بيه يلعب بيه. ودايما هو ما عندهو سبات في التشكيل. يعني كولر ما عندهو سبات في التشكيل ده ما كان بيعمل السنة لفات التدوير. السنة دي بس بسبب قصرة الإصابات والإرهاق. هو مطار أنه يلعب بالعبة معينة فترة معينة. طيب أنت شايف أنه وجود أحمد كوكا مبارح في نص الملعب كان عامل فرق. يعني قدر فعلا أنه هو يعني يختلف بتكتيج كولر في المباراة. هقول لحضرتك أنا شايف أنه ميزة مهمة جدا عملها كولر. أنه قدم لنا أحمد نبيل كوكا في البطولة دي. يعني من أحسن اللعابة اللي في النادي الأهلي في كاس العالم للأندية كوكا بدليل. أنه هو اللعاب ده بصير عالي جدا. وده من أحد اللعابة المهمة في منتخب مصر الأولمبي اللي لعب في الأولمبيات. الأولمبيات باريس اللي جاية 2024 هو اللعاب أساسي في منتخب مصر. هو لعاب صغير في السن. هو عنده 22 سنة ما كملش 22 سنة لسه. فأنه هو ياخد الثقة بتاعت كولر بالشكل ده. ده نجاح اللي كولر دي أول حاجة. ثاني حاجة هو ليه كوكا لعب أصلا لأن نفس الناس بتقول أن المفروض أنه خدمة كان أليو ديانج. وأليو ديانج لعب منتخب مالي لعب أساسي في منتخب مالي. لعب كان موجود في تصفات أمم أفريقيا. لعب مهم جدا في تشكيل النادي الأهلي. بس الراجل إرايته للمباراة بتقوله أنه محتاج ناس بتلعب كرة. أليو ديانج مستو أنه بيقطع كرة ويسلم لقارب لعيب. ما عندهش أنه يلعب الفرقة. وإحنا عارفين أن أليو ديانج بيلعب نمرة ستة. ومن ساعة اللي هو لعب خط الوسط المدافع الصريح. اللي هو بيقطع ويسلم لقارب لعيب علشان يقدر يفسد هجمات المنافسين. دلوقتي كولر بيلعب التلاتة اللي بيلعبه في نص الملعب الدفندرات كلهم اللي هم لعب الوسط المدافع. بيلعبهم نمرة تمانية. اللي هو لازم يبقاله شق هجومي. ولازم يشارك في الهجوم مع اللعيب. اللي هو الدور اللي كان بيقدمه حمد فتحي مع النادي الأهلي قبل ما يروح الوقرة القطري. الدور ده حاول يعني بعد مشايان حمد فتحي. حاول كولر نوه يدي الثقة لأليو ديانج في المنطقة دي. لكن أليو ديانج فشل. كل التجارب اللي دخل فيها والمبارات اللي دخل فيها أليو ديانج. ما قدمش نفس المردود الهجومي في نص الملعب اللي قدمه حمد فتحي. فلازم يجيب لنا وجه جديد يقدمه في خط نص النادي الأهلي. يبقى كويس زي أحمد نابيل كوكا. كان ممكن اللي ممكن يقوم بالدور ده كان عمرو السولية. لكن في قصة الجاري والمجهود البدني العالي اللي قدمه الأهلي في كاس العالم للأنديها. ورجوع عمرو السولية من الإصابة كان صعب جدا أنه يعتمد عليه في نص الملعب. فلازم يعتمد على اللعيب صغير وشاب. فهو أحمد نابيل كوكا ده أنا شايف أنه اكتشاف. اكتشاف كولر في البطولة أنا مبسوط جدا أنه احنا بنشوف واحد زي أحمد نابيل كوكا بالسن ده بلعب في منتخب مصر الأولمبي أن النادي الأهلي بيديله الثقة. على فكرة يعني النادي الأهلي بسنين طويلة ما كانش بلعب باللعبة الصغيرة. إحنا لحد دلوقتي مثلا بنقول على محمد هاني اللي عنده 25 سنة اللي هو بك رؤية النادي الأهلي ومن أحسن لعبة في البطولة ومن أحسن لعبة اللي قدمت مستويات عالية في البطولة مع النادي الأهلي بنقول عليه ناشئ لحد دلوقتي. يعني عنده 25 سنة ده الناس بتلعب في أوروبا وعندها 16 سنة بتلعب مع منتخبات بلدها على المستوى الدولي. وإحنا لسه بنقول على محمد هاني ناشئ. بس أنا شايف أنه كوكا لعبة عالية جدا كورته عالية جدا جدا بيقدر أنه ينقل الهجمة بقى أقل عدد كرات يحط اللعبة اللي جوني. إحنا شوفنا مبارا عمل كم كورة لكهربا وعمل لبرستها وكذا كورة حطت برستها وحطت حسين الشيحات وكهربا خلاص من النقلتين بقى قدام الجون. طيب أستاذ محمد بقى أنك تتكلم بقى على كوكا. أحيانا كده بيبقى فيه تناغم بين اللعبة. يعني فيه كميا كده ما بين اللعبة. خط الوسط مش أول مرة نشوف كوكا مروان عطية وإمام عشور في خط الوسط والحيان بيقدموا بعض أداء هاي أو التلاتة دول وهم مع بعض كورة هيستمر بنفس التشكيلة دي تحديدا لأنه إحنا شايفين أداء التلاتة مع بعض متناغم جدا. بالرغم من إن مبارح كمان تحديدا يعني هتكلم معك بقى في نقطة تانية تناغم اللعبة بشكل عام ما كانش في أفضل حالته. ما كانش زي التحاد جد. التحاد جد ده كان من ضمن أهم عوامل للنجاح أو الفوز إن كان فيه تناغم بين اللعبة بشكل كبير جدا في الملعب. مبارح ده ما كانش موجود بس لو هنتكلم تحديدا على خط الوسط. لا ده كم هو. طيب هو لما كولر لعب بحمد دبيل كوكا ماتش اتحاد جد. الجمهير قبل الماتش زعلت. وقالت أنت ملعب في مباراة قوية زي دي. تفيها خط النص فيها فابينيو وفيها كانتيو وفيها كريم بنزيمة بتلعب لعب صغير في السن أصاد دوت. فأصاد فرقة زي فرقة اتحاد جد. الجمهير زعلت لكن المستوى العالي اللي قدمه كوكا أصاد اتحاد جد في المباراة الأولى وأول مشاركة لوفكا سعلى من الأندية هو قدم مستوى عالي. فجمهير طلبت أنه هو يلعب على حساب أليو ديانج. فالسكمال اللي كلام حضرتك أصلا هو النادي الأهلي. يعني أنا قلت حضرتك اللي تكسب بيه إلعب بيه. فهو في المباراة اتحاد جد. هو قدم سابق كورة لفرقة اتحاد جد. كولر تكتيكو بيقول أنه هو سابق كورة لاتحاد جد. ولعب على هجمات المرتدة. وقدر أنه هو يحرز التلات جوان بتقعه من تلات قوة الراح بهم للجون. غير ضربة الجزاء اللي ضيحها عالي معلول. فهو عشان كده بقول لي حضرتك هو مدرب وقعي. هو لو على مستوى المهاري وعلى مستوى اليقى البدنية ما كانش يقدر يكسب اتحاد جد. لو مسك منهم الكورة. كان نادي الأهلي بدني هيقع في الشرط التاني. نحن عارفين أن معدلات اليقى البدنية أصد النادي الأهلي في الشرط التاني بتقل بسبب ضغط المبارات في النادي الأهلي. فمش كانش هينفع يكمل بنفس النصق اللي ابتدى بالمبارات بالضغط العالي مع اتحاد جد. إحنا لما شفنا في ماتشف الأورومينزي الناس بتاعب كورة عالية جدا ولعبها برازيليين بس كبار في السن. يعني معدل الأعمار بتاعهم عالي جدا والدور البرازيلي يعني مقارنة بالدور المصري. لا الدور المصري أعلى في الناحية التنفسية من الدور البرازيلي. وحتى الفرعب في المركز السابع في الدور البرازيلي بس رعونة النادي الأهلي في الخط الأمامي. اللعبة بتضيع فرص كتير وبيضيع اجوان كتير وما بتنهيش الهجمة بالشكل الصح. دي الأخطاء اللي علاجة كولر في مبارات قرواة مبارح. علشان كده لما الفنش يبقى عالي شفنا جوان. نفس القصة برضو في مبارات اتحاد جدا. الفنش كان عالي. ده بقى لو حاضر بتقوله بقى التنغم والانسجام لازم اللعبة تتلعب مع بعض كتير. بدليل بقى ان احنا بنقول ان ما يبقاش فيه تغيير كتير في التشكيل الأساسي. يعني احنا بنشوف كلها. كانت تشايف سبب عدم التناغم ده تغيير كتير? او تغيير بدر? يعني شايفه التغييرات. قصرة التغييرات في التشكيل ولعبة في التشكيل ما يبقاش فيه تناغم. لازم يسبت 11 لعيب يلعبوا مع بعض على طول عشان يبقى كل اللعب. يعني فيهم هيباصي هيباصي وهو مغمض عارف ان الكرة راح تبرستاه في المساحة الفاضية اللي هو ياخدها ويجري. انما كسرت التغييرات في التشكيل. لما احنا بنشوف مثلا ان هو لما بينزل طهر محمد طهر لما كان بينزل احمد عبدالقادر الناس ما تبقاش راضية عن اداءهم في الملعب. ايه. وبيقطعوا والجمهير بتقطع فيهم كتير. منهم اللعبة كوالتي علي جدا. يعني لما تيجي تقارن على مستوى الافراد. اللعبة ديت لعبة دي كوالتي علي جدا. مش موجود فانديها كتير في الدولة المصري. نفس الموضوع لصلاح محسن. لعيب كوالتي علي جدا جدا. وقدم مستويات عالية جدا مع سيراميكا. واحد اسباب ان سيراميكا بيلعب كاس السوبر المصري في الامارات. الاسبوع الجديد اللي احنا فيه. سيراميكا خد كاس الرابطة بسبب صلاح محسن. فلما يرجع من الاعارة للنادي الاهلي المفروض يقدم المستوى العالي. لازم يلعب ولازم ياخد ماشط كتير. لكن هو التغييرات في التشكيل. ان انت بتدفع بالعيبة. ما بتقدمش المردود العالي دوت بيقدي العدم الانسجام بين كل اللعبة. سأنا هختلف معك شوية. لان كنت نفسي بتتكلم على فكرة ضغط المباراة عند النادي الاهلي. فلما تلعب بنفس التشكيل 11 لاعب. بهذا الضغط هيبقى صعب جدا. أنا هيتعبه. يعني مش هيقدروا يستحمله. من غير ما نختلف. أنا أقول لحضرتك. لا ما فيش اختلاف. أنا أقول لحضرتك. السنة اللي فاتت. النادي الاهلي عمل تدوير كتير بين اللعيبة. يعني كولر كان بلعب في أكتر من بطولة في وقت واحد. كان بلعب في أفريقيا. وبلعب في كاس مصر. وبلعب في الدور المحلي. والسنة دي كمان لعب في السوبر الأفريقي. فهو كان بلعب كل اللعيبة. فكل اللعيبة أي 11 بينزي به من النادي الاهلي كان بيكسب. في الناس كتيرة كان بتقول النادي الاهلي لما عمل التدوير الكبير السنة اللي فاتت في اللعيبة. يعني كل عارض السنة اللي فاتت لعب 25 لعيب. مش 11 لعيب بس اعتمد على 25 لعيب. لكن السنة دي هو مضطر يعتمد على 11 عشان عنده إصابات كتير. وعنده لعيبة كتير مش جهزة. يعني احنا شفنا عمر السولية وقع. شفنا حمد فتح مشي. عنده مشاكل في خط الدفاع. يعني الناس كلها بتقول دلوقتي ان لازم النادي الأهلي يجي في فرود نمرة 9. اللي هو سواء أجنبي. عشان ما فيش فرودة في مصر بتقدم المردود العالي. وفي نفس الوقت بيقولك محتاج مدافع. فكل ده انه هو محتاج لعيبة. اللعيبة بتقع منه بدني. ولعيبة بتقع منه منه الإصابات. إنما كولر في السنة اللي فاتت. لأ كولر كان من أعلى المدربين اللي أنا شفتهم في التعامل مع التدوير. بس ده بيقدي ايه؟ انه هو الراجل كان جاي جديد مصر. فكل اللعيبة عايز تطلع أعلى ما فيها. إنما دلوقتي اللعيبة حفظت. فالعيم مثلا يعني أقول لحضرتك مثلا أحمد عبقادر وصلاح محسن أنا اتفاجئت إن نادي الأهل يشالهم من قيمة كسر عامل الأندية. أصلا مجرد يعني أنا عايز أقول له جورديولا واخد معاه هالانت وهو مصاب وعارف إنه هو مش يلعب ولا ماتش في البطولة. بس خده علشان يبقى موجود معاه في البطولة. وقال لك ميلعبش. لأ ومقايده في قيمة الكسر عامل الأندية. يعني دي حاجات معنوية أنت تفرق. أنت بتقول دلوقتي كولر بيقول اللي اتنين لعيبة دوله أنت مش معايا في يناير. أنت شايف أن في يناير كولر يقدر في موسم الانتلقات الشتوية يجيب مهاجم جديد. الناس كتير بتطالب أن خط الهجوم عنده كولر لسه مش زي ما جمعير الأهل متوقع. في نقطة هنا نقصة يعني زي ما بيقول. هل فعلا الأهل محتاج مهاجم جديد؟ ده الأهل محتاج مش مهاجم واحد محتاج اتنين. يعني الفرق الكبيرة اللي بتنفس على البطولات وبتلعب في أكتر من بطولة في وقت واحد لازم يبقى عندها لعيب أساسي ولعيب بديل. واللعيب البديل ما يقلش في المستوى الفني والبدني يعني لعيب الأساسي يعني اللعيب البديل ده لما ينزل لازم يغير نتيكة المباراة فلازم يبقى في نفس المستوى اللي موجود عليه اللعيب الأساسي. فببالك بقى أصلا أن الأهل ما عندهش الفرود الأساسي اللي يلعب بيه علشان يبقى عنده احتياطي. النادي الأهلي بيلعب بالكهرباء اللي هو أصلا جناح. بيلعبه فرود نمرة 9 في مكان غير مكانه علشان هو ما عندهش فرود. وده بقى ده له أسباب كتير. يعني له أسباب أن الدور المصري ما أفرص لحد دلوقتي المهاجم نمرة 9 كل المهاجمين نمرة 9 اللي موجودين اللي هو المهاجم السندوق الصريح اللي موجود كل المهاجمين ما أقنعوش إدارة النادي الأهلي. يعني احنا بنشوف في مصر مثلا نادي الأهلي سمعنا بفاوض مروان حمدي مهاجم النادي المصري البورسعيدي. ده فرود سندوق نمرة 9. بس برضو ما هو جاب حسام حسن. كان هدف نادي سموحة ومقاحد هدفين الكبار في الدورة المصري ومنجحش. جاب شادي حسين من سيراميكا كلوباطرا. وكان مقصر الدنيا مع سيراميكا. وأحد أسباب بقاء سيراميكا في الدورة الممتازة الموسم الأول. برضو جيه وما قداش المردود كويس. عشان كده هو لجأ للمهاجم الأجنبي. ومفيش مهاجم أجنبي بصوا حضراتك مفيش مهاجم أجنبي يجي في انتقالات الشتا دوت غير لما يكون هو ما بيلعبش. يعني هو ما بيلعبش في فرقته فتيجي. يعني بيرسي تاو أنا أقول لحضراتك كل الناس بتشيد ببيرسي تاو مسوا بيرسي تاو في كده. بيرسي تاو ده لعب كوالتي مش موجود في كره المصري. سنزم التناغم مع الفرق. ده لعب عليه جدا بيرسي تاو ده من أعلى اللعبة اللي موجودة في مصر. ده كان بيلعب في برايتون في الدورة الإنجليزية. مش يعني ولعب دولي في منتخب جنوب أفريقيا. ولما جي النادي الأهلي كان عنده إصابات كتير. بسبق وحتى لما جم اشتروا من برايتون أول مرة دفع. يعني مدفوع فيه مليون وستمائة ألف دولار. مدفوع فيه رقم كبير جدا جدا على واحد بيتصاب كل شوية. يعني أصلا الموسم الأولاني اللي لعب فيه بيرسي تاو مع موسماني كان عطول في المستشفى. الموسم الثاني يعني بدأ ياخد كوالتي من شوق أنا شايف بيرسي تاو ده كوالتي مش موجود في القرى المصرية. كوالتي عالي جدا. بس أنا بقول لحدك اللعب ده هرب من أوروبا وهرب من الدورة الإنجليزية بسبب الضرائب. الضرائب على العقود اللعيبة في إنجلترا 40 فيما من إم تلعقت. فهو لو بياخد مثلا لو قلنا بياخد مليون دولار هو بياخد 600 ألف دولار في إيده فالأحسن يلعب في مصر. والنادي الأهلي يشير الضرائب ولا يلعب في أوروبا. هيلعب في مصر. نفس القصة هو لما جه ما كانش يلعب في برايتو فلما جه النادي الأهلي خاد سنتين علشان يبقى كويس. فأنت حضاك اللي هيجي دلوقتي من أوروبا مثلا أو هيجي من أي فرقة تانية هيبقى العب ما بيلعبش فرقته. فياخد فترة علشان يبقى مستوى البدن بتاعه يعلى. والأقل بدنية تعلى. وياخد حساسية المباراة فياخد وقت. فبالتالي هيبقى صفقة فشلة زي ما ناس بتقول على مودست صفقة فشلة رغم أن أنا شايف أن مودست ده مش صفقة فشلة. أنت اديت مودست إيه؟ يعني كولر قد ده مودست وقت قد إيه في الملعب علشان نقدر أن نحكم عليه مخدش. الرجل مخدش. لا بس برضو جديت اللعب بتفرق برضو يعني جدية اللعب أنه هو في الفعل عايز يبتدي يندمج ويفهم وبتفرق برضو. وده بيشجع المدرب. بسعلى شرحنا وقتنا قبل ما يخلص خلينا نتكلم على كاس السوبر بقى في الإمارات. شايف الأهلي هيقدم إيه في كاس السوبر في الإمارات وعنده مباراة أمام سيراميكا كليوباترا ولعيبة خارجة طبعا من كاس العالم للأندية. في إصابات في عوامل كتير جدا شايف كولر هيقدم إيه والنازيل آل هيقدم إيه؟ هو المرشح الأول للفز بالسوبر المصري في نسخته الجديدة بشكله الجديد. إنه أربع فرق طبعا هو النادي الأهلي. لو إحنا ما احترامنا لكل الأندية اللي موجودة في بطولة السوبر المصري ما فيش هو النادي الأهلي هو المرشح الأول والأخير إنه هو ياخدها. إحنا ممكن نشوف مطشط حلوة بس يقول لها القصة كلها إنه نادي الأهلي بلعب مع فرق غير جماهيرية. فهو النادي الأهلي هو الفريل الجماهيري الوحيد من ضمنهم إذا كان موجود في يوتشار إذا كان موجود سيراميكا كلوباترا إذا كان موجود بيرامدز. التلات فرق اللي قدامه مش فرق عندها جماهير آه فرق معها فلوس. فرق عندها لعبة كويسة جدا جدا وكوالة عالي جدا يقرم بكوالة النادي الأهلي وعلى فكرة. والتلات فرق عندهم عندهم مدربين عاليين جدا. سواء كابتن آمن الرمادي مع سيراميكا. ده له تجارب كتيرة في الدول الإماراتي. مدرب ناجح جدا وكوي جدا وعندس فيه عالي. فلورومينزي اللي هو مدرب نادي فيوتشار دوت. كان مساعد لجوزي مورينيو لما كان بيدرب في أوروبا في تشيلسي وفي منشستر يونايتد. فده مدرب عالي جدا. شفنا أداء ليه. يعني أداءهم في مواسم سابقة كمان وفي دولاتهم. لا ده السنادي كمان دول فرق عالية جدا. صحيح؟ بس نادي الأهلي المرشح الأول للفوز بالصوبر. صحيح. على أي حال يعني ألف مبروك للنادي الأهلي. برونزية مستحقة زي ما بيقولوا في مدير كأس العالم للأهندية. تمثيل مشرف. كولر عمل اللي عليه وزيادة. ننتظر في موسم التغييرات والانتقالات أن يكون فيه يعني صفقات أفضل للنادي الأهلي. كل الشكر لك أيضا. النقد الرادل أساس محمد الهوضي نورتنا النهاردة في الستوديو تحليلا على هذه المباراة. شكرا جزيلا. شكرا.